مرحبا بكم معنا تفضلوا بالاشتراك ولا تنسوا تفقيل الجرس باش يوصلكم جديد الفيديوهات اليوم اريكم طريقة لبسالة ديال قندورة ديال البيت مريحة وانيقة في اللبس غير مكلفة يعني ما تتجو فيها لا غالون ولا سفيفة ولا دونتيل لاننا كنخدمها في الاتوب اللي كتكون مزوقة فالموديلات الي شفتوا معيك في بداية الفيديو كلهم مخدمين في التوب ديال الكريب شيفون سور القنادر اللي اخترت لكم مفصلة بنفس الطريقة غاديلقاو جوجة الفرقات بناتها كاين اما هنايا في الجهة ديال الكوم يعني كالقاوها كالتاسع بدرجات متفاوتة او في الديل حتى هو كالقاوها كالتاسع بدرجات متفاوتة اذا هدي نبدأو اول حاجة هدي نعملوها هدي نرسمو خط على الورقة من بعد هدي نحددو الطول الطول المضبوط ديالك اجد نحن مزوقة فانا غدين نخدم معاكم دائما بالمستارة المصغرة رهيكة جيبلينة المقس كبير ولكن هو صغير نقدره نتحكمه في الحجم دياله غد يلاحظو باللي الفتحة ديالرقابة ديال هاد القنيدرات شوية متاسعة يعني جهت الكاتف عند دخله بعشرة في الامام عند دخله بثمينية في الجهة الخلف عند دخله بسنتيمين هاد نطبق عشرة هنا عيه نقلنا عشرة من هنا هاد نزل بسنتيمين طبيعة الحال غالي نحتاجوا المقاس ديال الصدر الخسر والهنش الاكتف غن عبروه بطريقة كتختلف اللي يوريتكم في الباترون الاساسي غدي تجي من الدهار اليد تكون ممدودة الميترو نحطه اسفل الرقابة في المنتصف ونمده حتى يصلنا الطول الذي نريده هاد المسافة من هنا نحنا كمثال هاد نحطها على هاد الخط فمثال نعملو خمسة وخمسين نبدو قياسة ديالنا من هنا ننزل بسبعة سنتيم ننزل بسبعة سنتيم ننصل هاد النقطة بهادي نحصل الى ميلان الكتف ده بعد هاد ينتبق مقاس التركيز نقطة هنا نقطة هنا التركيز كيعطينا خط السدر هنطبق ده بعد مقاس ديال طول الخاسر غدي يعطيني الخط ديال الخاسر ومن خط الخاسر غدي نزل بارتفاع الهنش ولي غدي يعطيني الخط ديالهنش فهاد الخطوط دارولي منا فالقندورة باش عتساعدني نحدد المكان اللي غدي وصليه لكم طرحة انا تعمت فهادي فيديو نوريكم مجموعة من الصور ديال القنادر اللي كتشابه في الفصالة مع وجود بعض الفروقات البسيطة بينها لاش باش تكون عندكم القدرة على التمييز بينها مستقبلا غدي نبداو هاد الموديل لحظو باللي الفتحة دلكم فيه واسعة فكيفاش انا غدي نقدار نعرف بالضبط فين غدي نحط هاد النقطة ديال الوسع الطريقة كالتالي كتحاول تقرأ بعينك الموديل فهنا خطوط البناء فهنا هنا الخط صدر هنا الخط ديال الخسر هنا الخط ديال الهونج فالخط الهونج هنا الفتحة دلكم جد تحت الخط الهونج بحوالي 17 سنتيم اذا لكم غد نرسم الفتحة دياله اسفل خط الهونج وضع اذا كتبقوا ماشي بنافس التاريخة كتحاولوا انكم تقرأوا الموديل غير بعينيكم تحاولوا تحددوا الخطوط البناء فين جات في الموديل ومن خلالها كيمكن لكم يعني تعرفوا بالضبط فين غد تعملوا الفتحة وماشي دوري انكم تقيدوا بالموديل ها يعني تعملوا الفتحة دلكم كما بغيتون تومه يعني لحاسب دوقكم وان شاء طعبنا تكونوا فهمتوني اذا نقولوا بانني بغيت الفتحة ديال الفتحة دلكم تصلي تحت الخسر بقليل مش حلعا نحددوا هاد بقليل نقولوا متانان غدي نزل تحت الخط ديال الخسر بحوالي 5 سنتيم وغنرسم وحد الخط متقطع نشوف لون مغاير ها هو هاد الخط المتقطع هو اللي غدي وقف لي عندو توقف لي عندو الفتحة دلكم غدي نجينا يا غدي نعمل زاوية قائمة ها كدا البلاسة اللي وقفت فيها الميانان ديال للكم غدي نجيب عليها زاوية قائمة ونرسم خط هاد الخط غدي تقاطع مع هاد الخط اللي نزلت به قبل قليل وغداح بعد ذلك غدي ندخل من هنا يا هاني صراحة لما عنا شي شي قيم محددة مهم اقول لكم باللي غدي ندخل بقيمة من 10 حتى 12 سنتيم وادع علامة هانا يا غدي نسترخط الاسود هانا هدت بالضبط هانا يوقف لي للكم ياك بالنسبة هاد الخطوط رحنا يا ما كانت تقيدوش بهم يعني ما كنا بنوش فيهم مقاصات ديالنا هما فقط كيساعدونا فحلي قوت لكم باش كان عارفو فاين غدي نوقفو الفتحة ديالكم بالضبط غدي نجيو دابا نطول نطول ديال الجنب غدي نشوف شحال بغيت في يعني في العرض ديال الجلائل كل واحدة فيكم و الدوق ديالا عملوا اللي بغيتو فكل ما كان الموديل اوسع من الديل كل ما كان مزاون خصوصا في هاد الاتواب الخفيفة نفس اريد غالي نعمل الوسع 60 عدا علامة و غدي نصل هاد النقطة بهادي اللي دخلنا فيها بعشرة سنتيم ارسم خط طبيعت الحل ماش نخلي هاد الشي هكدا يمجنح غدا نرسم الطول فحلي علمتكم بشكل دائري فانا في المثال خدمت بمتر و ثلاثين غدي نبقى دايرا بهد المتر و ثلاثين سافي بعد مقدت الطول سنلاقي بين النقطة نفس المشي و غدا نتغلق مخصص نرسم شفحار شونه بقانينا في هاد القندوره هنعمل هنا واحد الانحناء يعني عمل قويص غدي تجيبو المستره ديال المنحانيات و غدي تتمشي حرائط